بالرصاص الحي والاعتقال والتعذيب قمع متظاهري البصرة بعد عطش وتسمم ومرض ولأن العراق نموذج الديمقراطية في المنطقة قالت عنه الولايات المتحدة سوف يكون قتل ثلاثون شخصا أو يزيدون تحت نار القمع الحكومي للتظاهرات التي اشتاحت محافظات وسط وجنوب العراق على مدى شهرين تنديدا بفساد الأحزاب الحاكمة وترد الأوضاع المفاوضية الأوروبية للحماية المدنية قالت أن العنف ضد تظاهرات العراق في تصاعد مستمر لا سيما في البصرة مشيرة إلى أن أسباب التظاهرات تتعلق بالمظالم والأوضاع المعيشية السيئة لكنها باتت تأخذ بعدا سياسيا إضافة للأسباب الآن في ذكرها في وضع يخفي بين جنباته ملامح ربيع عربي جديد كالذي شهدته المنطقة في العام 2011 بحسب موقع أتلانتيكو الفرنسي الموقع قال أن القوات الأمنية واجهت الاحتجاجات بعنف مفرط ما فقم الغضب الشعبي العارم الأمر الذي يزيد من فرص تحول التظاهرات إلى ربيع عربي جديد ربيع العراق الجديد هو في حد ذاته فعل مألوف لا سيما مع استحضار مظاهرات مشابهة عمت المدن الشمالية والغربية مطلع 2011 وجوبهت حينها بالحديد والنار إبان فترة حكم المالكي سيئة الصيت التي رعت مجموعة ميليشيات وفرق موت امتهنت القتل والتهجير وتصدرت قرار البلاد السياسي والعسكري فيما بعد لكن الظاهرة أن حكومة العبادي لم تتعلم الدرس فسارت كما خطت سابقاتها بدعوى حفظ أمن الدولة والمؤسسات ففتحت النار على متظاهرين وزجت آخرين في السجون وقبلها هجرت مدنا ودمرت أخرى بذريعة الحرب على الإرهاب ليستعاد السؤال الأهم أي مؤسسات تحفظ؟ وأي دولة تصان؟ بل أي نظام يحكم؟ ترجمة نانسي قنقر